قال رئيسه مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك حرصا شديدا على وجود نظام قانوني خاص يحكم مناطق المال والأعمال في الدولة حتى يسهم ذلك في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية جاء ذلك خلال اجتماع لاستكمال مناقشات ملامح مشروع القانون المقترح لمناطق المال والأعمال حيث أشار مدبولي إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي استكمالا للاجتماعات السابقة التي ناقشت المساودة المقترحة لقانوني مناطق المال والأعمال في مصر وذلك وصولا لصيغة نهائية توافقية تمهيدا العرض على البرلمان حتى يتسنى الاستفادة منه في إنشاء حي للمال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة وكذا مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربية